في البداية نتحدث عن جون هوبفيلد والعالم الكندي كمان جيفري هينتن ونحن نتحدث عن أنهم تم اختيارهم في مجال الفيزياء جون هوبفيلد مفهومة ولكن هناك جدل على جيفري هينتن تحديداً هو فيه جدل على الاثنين بشكل عام لأن المتعارف عليه الجوائز بتاعة نوبل هي للعلوم الأساسية أنه مجال جديد في العلم العلماء بيشتغلوا عليه وبعد كده الناس اللي بيشتغلوا بقى في الحاجات التطبيقية يستفيدوا من هذا المجال يعني الناس اللي بيشتغلوا في البحوث الأساسية مثلا في الطب يعملوا حاجة في الجينات بعد كده الدكاترة يستفيدوا من هذا في الفيزياء الفيزيائيين يحطوا نظريات يفكروا في حاجات بعد كده المهندسين بقى يشتغلوا ففيه يعني الفيزيائيين على مستوى العالم العلماء الفيزياء بيشوفوا أنه هم اللي بيحطوا النظريات والأفكار وكده وبالتالي كان فيه حالة صدمة أنه اللي حصلوا السنة دي هم مش فيزيائيين هم مهندسين والمهندسين في علوم الكمبيوتر عندهم جائزة خاصة بيهم اللي هي اسمها التيرينج أورد أو الجائزة تيرينج دي بتمنح لللي بيطوروا في علوم الكمبيوتر والحاسبات والذكاء الاصطناعي هو امتداد للتطور في مجال تبعا زعل الفيزيائيين وزعل الفيزيائيين بس اللجنة وهي بتوضح كان بتقول أنه الشغل اللي اشتغلوا عليه كان قايم على بعض الأسس الفيزيائية والشغل اللي اشتغلوا عليه أنه هم عملوا حاجة زي المحكاة المخ بيفكر من خلال شبكات عصبية فعملنا حاجة اسمها شبكات عصبية اصطناعية لو تفتكروا يعني زمان الواحد لما كان بيتعلم كمبيوتر عشان نكسر الهيبة دي أنا فاكر كان مدرب يعني لنا بمدرس ويدرسنانا فبيقولنا ايه اكتبوا على الشاشة الكمبيوتر جهاز غبي ويطبعوها وحطوها لأنه هو في الاخر بياخد اوامر بيتنفذها الدنيا تطورت دلوقتي ولم يصبح كذلك هو بجهاز ممكن ذكي لأنه بيفكر بيقدر يحلل الصور بيخرج بنتائج بيعمل معاك دردشة ودخلنا في عصر الميكانة والأوتوميشن وما إلى ذلك وده اللي تقال بالزبط في اللجنة أنه الآلة دلوقتي لم تعد كذا لأ ده عندها فكرة التعلم الذاتي وتصحح من أخطاقها وعندها مهارات جديرة بأن هي على وقع هذا التطبيقات الكتيرة فلقوا أن هي تستحق جائزة الفيزياء جيفري هينتون اسم زي معالد جمانا مثير للجدل هو استقال من جوجل بعد تخوفه من الذكاء للصناع يركب العالم وقال أن أنا عندي تخوفات وعندي كده وهو ربنا عوض وهو خد له هو تفاجئ كمان لأنه من ضمن الحاجات اللي الطريفة بيقول أنا كان عندي معاد أن أنا أعمل سكان MRI على جسمي هو رجل كبير عنده 76 سنة وتفاجئ أنه هو يعني مش في دائرة التوقعات أنه يكون حاصل على هذه الجائزة ولما استقال السنة اللي فاتت قال الجملك التالي عشان أتكلم بحرية لأن طبعا الناس لما بتبقى بتشتغل في شركات عالمية كبيرة بتبقى ملتزمة بالتصريحات والتصريحات والتصريحات وفي تصريحاته آه هو عنده تخوفات إذا لم يكن هناك إطار أخلاقي تنظيمي تشريعي لإدارة الذكاء الاصطناعي وتطوير الذكاء الاصطناعي فهناك تخوفات كبيرة جدا أن الآلة ممكن يبقى ليها سيطرة ما على علاقات البشر قرارات حاجات كثيرة جدا وده الصراع اللي احنا كنا نفرج عليه زمان في أفلام الساينس فكشن دلوقتي احنا بنعيشه فعلا ما بقاش أفلام ما بقاش ساينس فكشن يعني ما بقاش خيال علمي ويمكن المفارقة أن جيفي هنتن تحديدا يعني يطلق عليه أي اي اي جات فاضر عراب الذكاء الاصطناعي فإنه يخرج ويستقيل من جوجل عشان يقدر يتكلم براحته زي ما هو قال وإنه متخوف من الذكاء الاصطناعي فبكل تأكيد هو كان سابق خطوات كتير وشاف النتائج اللي ممكن تكون تخوف إلى حد كبير على حد يعني تصريحاته